هو يصارع الموت وأهله يصارعون الوقت لإسعافه بجرعة الحياة الطفل فهد واحد من المصابين بأندر الأمراض التي تصيب الجهاز العضلي ضمور العضلات الشوكي اختاره وبدأ يحجم حركته وأوقفها بالفعل ووصل إلى جهازه التنفسي وهنا زادت الأوجاع عليه وعلى والديه الذين يمر عليهم شريط ذكرياته الممتد لثمانية أشهر على موعد ولادته ويقترب موعد رحيله إذا ما لم يتلقى العلاج الذي عجزت عن توفيره وزارة الصحة ما أعرف أنه أستوعب شيء أنه أول طفل إليه وفرح تبيه وأنه يموت قدام عيني وللأسف هو صراحة يعني جاء أشوفه ميت سريريا الحد الآن على الممة يعني بعمره أكو أطفال يعني تقدر يتوكلهم بسرلاك شربة أي شيء هو ما يقدر يعني مجرد ما نحاول نعوده أنه يأكلها قبل يختنق وقبل يعني يبدأ يستفرغها وبعد أن يأس ذويه بإيجاد حلول من الداخل استغاثوا بالخارج لإنقاذ فهد الذي يواجه جسده النحيل واحد من أشد الأمراض ضراوة وقسوة المشكلة جاي يختنق ويموت قدامي ما أقدر كل شيء أسوي له هذا الدنب اللي بداخلي أنا تأديات كل شيء عنده لأنني ما جاي أقدر أسوي له شيء ما جاي أقدم له شيء هذا الدنب إذا صار فيه شيء أنا أموت به هذا الدنب فأني اليوم يعني يا شيخ محمد بن راشد المكتوم اعتبرني أنا أخوك اعتبرني أنا ابنك اعتبرني أنا أنا اليوم يعني خلقوا لها بالعربية أنا بشواربكم اليوم أنا رأي يتفهد من الله سبحانه وتعالى ومنعتكم هذا الرجاء أنا أترجاكم رجاء دولتي العراقية ما استجابتلي للأسف ما استجابتلي العراق هذا خير وهذا اللي احنا عايشين به بس ستو عمان تل احنا عايشين بمأساة فسمن بالله بداخل العراق عايشين بمأساة أطفالنا جاي تموت في ديانا أطفالنا جاي تموت في ديانا يقول لك خلاص اشبع من عنده شوف وهي هي يطوق الخوف عائلة فهد من نفاذ الوقت ويحصل ما لا يتمنوه ويختفي صوته الذي بدأ يخفت بسبب انهيار جهازه العضلي ويتحول فهد إلى صورة معلقة على جدران هذه الغرفة الشاهدة على حجم الألم الذي يمر عليه في كل لحظة وهو يصاب بنوبات الاختناق المميتة جابر جمال قناة الرشيد الفضائية بغداد